اللهم صلي على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهدات المكرمين أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم لا تبق فينا ولا معنا ولا في الإسلام والمسلمين ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسرا إلا يسرته ولا معسرا إلا يسرت له ولا ظالا إلا هديته ولا عاصيا إلا أصلحته ولا مؤمنا إلا قويته وثبتته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا شهيدا إلا قبلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر عبادك المجاهدين على القوم الكافرين والطف بعبادك المهجرين المستضعفين أوي كل مشرد وأطعم كل جائع واكسو كل عاري وأمن كل خائف وأغني كل محتاج وأدفي كل بردان برحمتك يا رحم الراحمين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخوانا الكرام في هذا المجلس الجديد المبارك من مجالس شهر رمضان الكريم وهذه الحلقة الجديدة من برنامج أيام المعدودات أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال أيها الإخوة الكرام تكلمنا أمس عن بعض فوائد الصدقة وقلنا بأنها عبادة عظيمة في سائر أيام دهرنا وإنها في شهر رمضان أعظم وأكد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صادقة في شهر رمضان لك أن تتأمل أخي الفاضل في الآيات والحاديث لتدرك مال الصدقة من فضل عظيم مثلا يقول الله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم يعني وصفهم الله تعالى بأنهم أموالهم مضاعفة أموالهم مضاعفة وثوابهم مضاعفة وليس هذا فقط يعني هو تصدق على الناس وصفهم الله تعالى بأنهم قد أقرضوا الله كأنك داينت الله تعالى وأقرضوا الله قرضا حسنا في آية أخرى يقول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون يعني لا والله لا أدري أحيانا ماذا أقول بماذا أعبر يصف الله تعالى صادقتك على عباد الله بأنها قرض لله أنت تقرض ربك وهذا القرض يضاعف يضاعف ويكون أضعافا مضاعفة كثيرة يعني وقد وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة جدا منها أحاديث الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم يعني العبد ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم فينظر أشأم منه يعني إلى جهة الشمال فلا يرى إلا ما قدم فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه تنظر إلى يمينك فلا ترى إلا ما قدمت أين الشفاعات أين الوسائط أين الآيات التي كنا نتذرع بها الله غفور رحيم الله غفور رحيم ونعصي الله غفور رحيم ونترك هذه الفريضة فننصح ويقال اتقوا الله ربكم هذا حرام فنقول الله غفور رحيم نتذرع بهذه الآية لنعصي الله وما أشد هذه الوقاحة أن نتذرع بآية لنعصي لهذا أنزل القرآن أنزل القرآن لتعصي الله تعالى وتتذرع به تنظر يمينك فلا ترى إلا عملك وتنظر الشمالك فلا ترى إلا عملك وتنظر أمامك فلا ترى إلا النار ثم قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة ذكر الصدقة فاتقوا النار ولو بشق تمرة أيها الإخوة الكرام نحن نحتاج إلى شق التمره وكلما زدت فإن الوقاية بينك وبين النار ستكون أوسع يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يتصدق بصدقة من حلال طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا كان الله أخذها بيمينه برحمته أو بكرمه المعنى فيربيها كما يربي أحدكم فصيلة والفصيل هو الحيوان الصغير مثلا ابن الحصان أو ابن الناقة كما يربي أحدكم فصيلة النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثلة للصحابة بما يعرفون وبما يفهمون فهم أغلبهم رعاة رعاة الذي عنده فرس وتلد الحصان الصغير والذي عنده ناقة وتلد فالصغير يسمى الفصيل فيكون صاحبه حريصا على أن يربيه تربية جيدة فيعلفه العالف الجيد كي يكبر وينتفع منه فيربيها كما يربي أحدكم فصيلة حتى تبلغ التمرة مثل جبل أحد الله أكبر التمرة من الصدقة تبلغ مثل جبل أحد جبل أحد هو أعظم جبال الحجاز أو من أعظمها ارتفاعه ألف متر كيلومتر وسمكه ثلاث كيلومترات وطوله خمسة كيلومترات هو سلسلة جبلية يعني جبل أحد لو قلنا هذا الجبل من تمر كم تمر يبلغ؟ تريليونات أعداد لا تحصى يعني لأن وزنه مليارات الأطنان فهكذا تبلغ التمرة الواحدة فتصور أنت بدلا عن التمرة عملة نقدية هذا ستأتيك عملة نقدية بحجم هذا الجبل وكلما زيته في الله سبحانه وتعالى أكثر نحتاج إلى مثل هذه الأوزان العظيمة لأن عندنا أوزارا عظيمة هناك أوزار تثقل ميزان السيئات فنحتاج إلى حسنات تثقل ميزان الحسنات أيها الأخوة هذه الكمية من الصدقات وهذا الكم العظيم الذي رباه الله سبحانه وتعالى بالمضاعفة الموعودة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة هذه المضاعفة وهذا هو القرض يعني بأي طريقة تريد أن يرغبك الله يعني وصل إلى درجة أنه يقول هذا صدق دين دين الدين اليه إلي لله المثل علىك كيف تريد أن يرغبك الله أكثر من ذلك يقولك دين ما يروح هذا أنا اعتبره دين إلي الدين ما تريد دين ربك وأضعفك يا ما رح يرجع لك دينار بدينار رح ترجع التمرة مثل الجبل أحد دين يا ناس في قبل الله هذا المال اللي احنا مستعزين به وما انطلعه انخاف لا ينقص هذا المال رايح اللي انطلعه هو الباقي اللي انطلعه هو الباقي يعني نفتح المحفظة فنخرج أقل عملة فيها ثم ندعو نطلب أعلى مكان في الجنة مو لعبة مو لعبة هناك من سيسبقك هناك من سيسبقك إلى الأماكن العالية هناك من سيسبقك إلى الفردوس الأعلى نحن في سباق النبي صلى الله عليه وسلم مرة ذبح شاتا ذبح شاتا ووكل عائشة أن توزع بالصدقات طبعا عائشة كان عندها كرم عجيب الكرم الذي عندها عائشة كرم عجيب بحيث أحيانا لما تهدى هدية إلى أحدى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يتصدقون ببعضها ويبقون بعضا فإذا جاءت الهدية إلى بيت عائشة تتبادر أمهات المؤمنين جياء بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ثلاثة أشهر لا يقد فيه نار يعيشون على التمر وماء يقولوا انتبادروا فإنها عند عائشة عائشة الآن ستتصدق بها كلها بادروا يعني أخذوا لكم منها شيئا حالكم حال غيركم عائشة ستتصدق بها سريعا يعني مرة كما تعرفون الغنائم في الحروب توزع على من يشارك في المعركة وبعض النساء يشاركنا في المعركة يعني بتنظيف السيوف بجلاء السيوف بجمع الأسلحة بضماد الجرحة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بعض أمهات المؤمنين فينالهن بلا شك النساء اللواتي أصحبنا الجيش ينالهن شيء من الغنائم فجئة لعائشة رضي الله تعالى عنها بمئة درهم كانت حصتها من الغنائم مئة درهم وقيلة أكثر من ذلك في بعض الروايات جاءت في وقت العصر فما غربت الشمس وعند عائشة درهم تصدقت بها كلها فقالت لها الخادمة يا أم المؤمنين لو أبقيت لنا درهما واحدا نشتري به لحما درهم نشتري به لحم ما ضيق اللحم صار أني أشعر فحزنت عائشة يعني كانت تتمنى لو أعطتها درهم أنت أكل لحما هذه الخادمة فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها لو ذكرتيني لفعلته لو بس مذكرتني كان نطيت شرح تشتريت اللحم يعني لو ذكرتيني ما خطر بالها أنها ما ماكلى لحم يا حتى عائشة نفسها ما خطر بالها بيئة النبي ما بيلحم هي نفسها عائشة ما ضيق اللحم ما خطر اللحم بالها لكرمها لأنها تعرف قيمة الصادقة مرة النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشات ثم ذبحها وقال لعائشة رضي الله عنها تصدق ببعض وأبقي لنا بعضا فتصدقت عائشة بها كلها ولم تبقي إلا لحم الكتف ولحم الكتف هي اللحمة المفضلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أبقت له فقط والباقي تصدقت به كعادتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا تصدقت وماذا أبقيت فقالت ذهبت كلها ولم يبقى إلا الكتف لأنك تحبه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بل بقيت كلها وذهب الكتف يا قالت ذهبت كلها ولم يبقى إلا الكتف قال بل بقيت كلها ولم يذهب إلا الكتف الكتف سنأكله وسيذهب الأكل هو مباح ليس طاعة سنأكله وسيذهب لكن الذي ذهب هذا الذي سيبقى لأنه دخل في خزائننا عند الله رب العالمين فمالك ما خرج منك في سبيل الله لا ما أكلته أنت وأبقيته لعيالك الذين ربما لا يذكرونك بدعوة وكثير من الناس والله يا إخوة أقولها عن دراسة واقع ليس عن تخمين ولا عن ظن كثير من الناس أنا نفسي سألتهم كم مرة تدعو لأبويك أحيانا يبتسم لأنه ينسى الدعاء لأبويه يقول والله من الذكار أدعي لهم رأيتك بيضة من تذكر يا أخي كان يجب عليك أن تدعو لهم يوميا في الصلاة في كل صلاة هذا هو البر الأعظم البر الأعظم يكون بعد الموت في الحياة كانوا لا يحتاجونك الإنسان يقوم بأمره يمشي ويأكل ويشرب لكن هو الآن انقطع عمله ولم يبقى له إلا دعوة صالحة منك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية الصدقة يبقى أجرها الصدقة الجارية أو علم ينتفع به عالم أخرج طلابا ينشرون العلم أو نشر دعوة والناس تتناقل علمه وكلامه أو ألف كتابا والناس تنتفع منه هذا علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له عندما تتذكرهم طيب إذا شار لم تتذكر الدعاء لا تدعو لهم هذا الذي تركت له أموالك فعليك بما ينتظرك ابن مستقبلك ياه المستقبل ابن مستقبلك يا رجل ابن مستقبلك يا مرأة المستقبل مستقبلون هو الجنة الحياة الباقية مو المستقبل هذا اللي الوظيفة اللي راح أطلع منها تقاعد لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرمي كل حياة وراها موت مو مستقبل أبدا محطة انتقال الله سبحانه وتعالى وصف وصف زيار وصف سكن المقابر بأنها زيارة قال تعالى لهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى عيشنا في القبر الله وصف بينه زيارة مع العلم عيشنا في القبر أطول من حياتنا هذه الناس مضت عليهم آلاف السنين في القبور ورغم ذلك سمى الله تعالى زيارة لماذا؟ لأن بعدها انتقالة لهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر الخطاب للأموات زرتم المقابر زيارة فنحن الآن في زيارة ما بها مستقبل مستقبلنا هو الذي ليس بعده موت مستقبلنا هو الذي ليس بعده انتقال كل دار بعدها انتقال ليس مستقبلا فابن مستقبلك ابن للدار اللي ما وراها انتقال ولا وراها موت ولا بها لا هم ولا غم ولا حزن ولا فرق كانت ام المؤمنين عائشة عليها وعلى زوجها الصلاة والسلام كانت اذا ارادت ان تتصدق فانها تعطر المال لاحظوا اهتمام السلف بمسألة الصدقة لاحظوا اهتمام السلف بمسألة الصدقة لانهم يعرفون عظمتها فكانت دائما ترسله غالبا اما مع عروة بن الزبير او مع عبد الله بن الزبير لانهما كانا ملازمين لها في البيت يعني كون هي خالتهم اخت امهم امهما اسما بنته ابي بكر اخت عائشة فعروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم كان دائما عند عائشة ولهذا كلاهما صار عالما كبيرا من علماء وفقاه الصحابة لمجالستهم لهذه العالمة خالتهم وامهم وامنا السيدة عائشة عليه السلام فكانت إذا أعطته مالا للتسوق ما العادي وإذا أعطت مالا للصدقة تعطره فسألها مرة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال يا أمي لماذا تعطرنا أموال الصدقة قالت يا أبني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدقة لتقع بيد الله قبل أن تقع بيد السائل فكأنما تعطرها إكراما لأنها تقع بيد الله لاحظوا الأدب مع الله ما أجمل الأدب وما أجمل الذوق ومن تفنن السلف بالصدقة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا جاء بالصدقة ليتصدق يقول الفقير خذ يعني هو المعروف أن الفقير يمد يده ونحن نخلى الفلوس بيده صح ما ديده خلي الفلوس بيده وخلص عمر لا كان هو يضعها بيده ويقول الفقير خذها الفقير يمد يده ويخذه فقيل العمر رضي الله عنه لماذا عندما تعطي مالا لإنسان يعني جزء يرسل واحد يشتري شيء أو كذا دخلي بيده عادي لكن أموال الصدقة تضعها بيدك وتقول الفقير خذها فقال عمر أخشى أن تكون يدي فوق يدي الفقير أعلى من يدي الفقير فأحسب نفسي متفضلا علي خاف منه خليها يهتي بهالشكل يدي صير فوق إيدي أشوف نفسي متفضل لا أخلي إيدي صير فوق يدي يقول له لا طبعا أنت شو مو متفضل هو أنت اللي دا تنطي اليد العليا خير من اللي سفلى يعني المتصدق أفضل من اللي يأخذ يأكيد أنت أفضل منه قال لا هو أفضل مني وهبته الدنيا فوهبني لآخرة وهبته الدنيا أنا طيت شيء دنيوي زائل وفي النهاية زائل إذا ما رح إلى رح ينحب غير مكان لكن هو سيكون سأخذ آخرة بسببه يعني ربما نعيش في زمن لا أجد من يأخذ الصدقة الآن وجدت من يقبل صدقتي من يأخذ صدقتي هذا يهبني آخرة بسببه أنالوا ثوابا عظيما عند الله سبحانه وتعالى والصدقة فيها كمال البر إذا أردت أن تنال كمال البر فعليك بالصدقة قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لذلك كان سيدنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما كان يكثر من صدقة السكر شكر سكر يتصدق به فقيل له لماذا تكثر من الصدقة بالسكر قال لي أني أحبه والله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أن تنظر إلى ثيابك فتختار الخلق الممزق العتيق الذي تغير لونه بسبب الشمس وبسبب كثرة اللباس الذي تهرأت أطرافه وتذب وتتصدق لتحسب نفسك متفضلا هل تعلم ما هي درجة الذل الذي سيحس بها الفقير عندما يأخذها منك هو ربما سيأخذها لأنه مضطر لكنه سيحس بالذل سيقول أعيش على فضالات الناس على فضالات الناس وكذلك إذا أعطيته شيئا بخسا لكن عندما تعطيه لباسا غير ملبوس نلت كمال البر لأنه شعر بأن هذه ليست صدقة إنما هي هدية ويقول صرت كغيري تهدى لهم الهدايا أيها الغني لماذا إذا أردت أن تتصدق بصدقة لفقير تعطيه ثوبا ملبوسا وإذا زرت صديقك الغني عندما يتي من عمر عندما يتي من حاج عندما يتخرج عندما تكون عنده مناسبة تشتري له الثوب الغالي وتعطيه له بغلافه لماذا تعطي للمحتاج شيئا بغسا ولغير المحتاج شيئا كريما هذا يعني بأنك تبحث عن الدنيا لا تبحث عن الآخرة سامحني لكن هذا هو الواقع من المكارم العظمى التي للصدقة أن الله تعالى يثمن أعمال المتصدقين بالقرآن الكريم وانظروا إلى الموقف الذي ثمنه الله تعالى لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى أنه أرضاه علي يشتغل اشتغل بكمية من الحنطة فجاء بها إلى سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله تعالى عنها فأخذت تطحن بالرحة الرحة 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 تهدل تهدل الكتف وتضعف وتضعف القوة سيدة نساء العالمين تطحن بالرحة فسألت جعلت منه طحينا ورادت وخبزته وقبل أن يأكلوه طرق الباب قيل من قال مسكين يسألكم الطعام فقال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لعله أكثر جوعا مننا يعني إحنا جوعانين بس نقدر نقوم جوز هذا جوعان أكثر من أدى طبعا سيدة نساء العالمين لا تعترض أبدا هذه العائلة مباركة فأعطوه الخبز وبقوا بلا خبز وكان لهم يعني آخر فطحنت سيدة فاطمة عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام طحنته ثم خبزته وإذا بسائل آخر قال من قال يتيم يسألكم الطعام فأعطوه الطعام ثم خبزت ما بقي من الطحين وإذا قال أنا أسير كنت أسيرا وقد جئت اليوم لا طعام عندي هل يوجد عندكم طعام فأعطوه وناموا جيعا فنزل قول الله تعالى يثمن هذا الموقف ويطعمون الطعام على حبه زكى الله تعالى نيتهم يطعمون الطعام لماذا ليقال أعطانا لا على حبه زكى الله تعالى نيتهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا يعني ثمن الله تعالى موقفهم العظيم ولا يثمن الله تعالى في القرآن الكريم إلا أعظم العبادات فالصدقة أيها الإخوة هي رأس مالكم هي رصيدكم الباقي هي بناء مستقبلكم فالله الله بهذا الفضل العظيم وللصدقة آيات كثيرة أخرى وأحاديث كثيرة أخرى لو استقصيناها لطال الأمر ولا استغرق بنا حلقات كثيرة لكن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتصدقين ويجعلنا من المخلصين في هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء في ظل صداقته يوم القيامة ولما ذكر السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قالوا رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أخفت ما أنفقت يمينه بمعنى يعني يتصدق ولا يتكلم بأنه تصدق نحتاج إلى الظل فالشمس تدنو من الرؤوس ميلا حتى أن الإنسان لا يسمع غلي دماغ صاحبه ونسأل الله تعالى السلامة والعافية نكتفي بهذا القدر لنترك الوقت الباقي لركن الفتاوى نأخذ الآن فاصلا نستغله بالاستغفار وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكر الله يذكركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخواننا الكرام مرة أخرى وصلنا إلى ركن الفتاوى ونستقبل أسئلتكم على أرقام الهواتف التي ترونها على الشاشة أمامكم كعادتنا وكذلك من خلال تعليقاتكم التي تضعونها على صفحة قناة الفلوجة الفضائية في الفيسبوك حيث يبث برنامجنا الآن فيها بثا مباشرا حياكم الله ونبدأ على بركة الله نعم عندنا اتصال أخ عبد الرحمن تفضل السلام عليكم عبد الرحمن من الأنبار حياك الله ألا وسهلا اللهم صلي على سيدنا محمد يا ربي أمين صحبتنا جمعا يا رب أربعة سئلة تفضل السؤال الأول القانون إذا أضح شدها الساعة حاليا تفضل أو ما تفضل يعني السؤال الأول طيب السؤال الثاني إحنا بابا طيبان عندنا الجامع الجنيدي البغداري هذا ما يصلون به بـ 300 مصلى بعض أمرار أحيانا الجمعة ما عندنا خطيب إذا أجمع لنا الخطيب يجع هنا ما أجمع لنا الراتم ما يجي يعني هو مو معين هو مو معين لا كان بي شيخ معين في طلعته قاعد طيب ليش ما تخبرونا الأوقاف أنتو بيا منطقة أنتو بيا منطقة إحنا بابا طيبان ما خلنا واحد ما وصل أبو طيبان أبو طيبان تابع لأي مسامع بيها والله بصراحة تابع لأي لأي ناحية لأي قضاء لأي ناحية تابع الهيت أبو طيبان الجامعة جنيدي البغداري تابع الهيت وندعي منها غنات المباركة إذا أحد يريد تبرع يودون فلسطين طحين قضائية هل يقدر علي يجيب الناعة ودينا حملة ورد حملة النظر إن شاء الله الله يتقبل منكم هذه الجهودة المباركة أنا إن شاء الله راح أخاطب الأوقاف لتعين لكم خطيبا إن شاء الله نترشل لكم خطيبا الفضل لله أبشر وعنده سؤال الثاني فضل أنا كنت أصلي وقضع الصلاة منذ كنت شوي بعدني توا شبيت كنت أتقطع بالصلاة بيا عمر تقريبا ألو يا شيخي أسماك واضح بيا عمر كان من كنت يتقطع بالصلاة والله ما أتقر العمر فكان تاني فلاح أو أسفح بالغنم أقود معبار أعبر منه الشيخ معبار زل أعبر منه فجانب بالمنام وكان جانب واوي طبعت هذه معبار ردي عظني كان يجي شخص كان يقول لي تعاهدني بأله لو خليه عظك بس شخص كله تشيطه كله لابس أبيل ومن حينها قلت أنت منه قام يضحك عليه قال ما عرفت نقلت لاب الله بلا زغلا بيك ما عرفت حاشا لله قال ياني وياك رب العالمين طي إنه لدي أهديك وإنت أمو من بالله صحيح بس عندك شقة الصلاة مو صحيح طي سؤال الثالث الشيخ دام وزعم عليك أنا تنزع شون الزغير مش قد ما أحب أبويا مش قد ما أحب بالدي يعني قد زا جاء تزوج سجان ولد نظرا علي أسمي أبويا بس عندما أطفل شوي هناك كم تراجع للجامعة ومن صار عندي هاي رؤية ومتراجع للجامعة وهذا مش قد ما أذكرون عمر الخطاب رضا الله وعنو أرضاه مش قد ما أسمع عالج الدين أو ألفروس وهذا همزاد شون مثل تهمت أو مثل مهم قلت لجان ولد همزاد نظرا علي أسميها عمر الخطاب رضا الله وعنو أرضاه طي وعندي دوشتين مع السورات السريعة بالصراح السريعة بالصراح سولف فيها وامرار مثل مرتين أو ثلاث ضربتها كنت لا يجوز هاد ما جاي ما جاي فيدي تسمعنا إذا نجاوبها أخوتنا سدوجتك تسمعنا الآن إذا جاوبنا حول موضوع السرعة في الصلاة أسأ نادي هاي نعم سورا شوية نادي لك ياها طي تمام إحنا إن شاء الله أكلم الأوقاف وأكلم تحديدا مديرية أوقاف الأنبار أتواصل معهم عندي تواصل معهم ليرسلوا لكم خطيب إن شاء الله يا رب يسر إحنا هذا جاي يقدر همزح نفسي عايدون نياه وهمزح الداخل جاي درس الشريعة حاليا تمام والمنطقة تقول لك إحنا مثلا الملينا جاي يعني نجمع للجهات دعو سجلت 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 حياك الله الله محمد حفظكم والأبارك الله فيكم الأخسال عدة أسئلة أولا بنسبة لوضع الكانيولا للصيام كانيولا ليسام الكانونة باللهجة العامية إذا كانت لنقل الدواء هي ليست مفطرة إن شاء الله إذا كانت لنقل الدواء لكن إذا كانت لنقل المغذي نعم المغذي يفطر فبأصل الكانيولا ليست مفطرة طبعا لكن إذا بحسب ما ينقل بواسطتها فإن كان دواء لا يفطر وإن كان مغذي نعم يفطر الأخ كان يقطع في صلاته فرأى رؤية يعني حقيقة نحن لا نفسر رؤية لكن هذه الرؤية تابعة لسؤال فقهي هذه الرؤية تقول بأن هناك مصيبة عظيمة ستصيبك إذا تركت الصلاة الرؤية تقول مصيبة عظيمة ستصيبك إذا تركت الصلاة والحمد لله أنت إن شاء الله استقمت بعدها إذا كنت تقطع وأنت بالغ فعليك أن تقضي عددا يعني يغلب على ظنك أنك أديت القاتل التي تركتها والتي قطعت فيها اقضي يوميا ويكل وقت من وكات الصلاة اقضي وقت آخر يعني مع الصبح صبح مع الظهر ظهر مع العصر عصر مع المغرب مغرب مع العشاء عشاء تصلي فرض الظهر وبعده ظهر قضاء تصلي وقت عصر قبله لأن الصلاة بعد الفجر والعصر مكروهة صلي قبله وقت قضاء وبعد المغرب و بعد العشاء صلي بعده وقت قضاء يصير قبله ويصير بعده لكن الفجر والعصر لا لا الصلي بعده اقضي إلى أن تتم مدة يغلب على ظنك بأنك أديت الأوقات التي قطعتها إذا كانت منك كنت صغير قبل البلوغ ما عليك مشكلة البلوغ تقريبا 13 سنة لكن إذا كان مما بعد البلوغ نعم اقضي وابرئ ذمتك طيب بالنسبة للنذر باسم النذر باسم هذا النذر هو من المباحات هو من المباحات وليس من الواجبات فلذلك هو ليس واجبا إلا إذا قصد بهذا النذر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أنت ليش نذر تسمي على اسم أبوك لك تحبه ليش نذر تسمي عمر على اسم سيدنا عمر لأنك تحبه لكن إذا قصدك إرضاء لله تعالى هنا سيكون النذر واجبا لأنه سيكون طاعة وغالبا النذر باسم عمر لأنه خليفة ولأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إذا محبة لمواقف لا ليس واجبا لكن إذا كان قربة لله تعالى رح يكون واجب رح يكون عليك واجب ويجب أن تسميه وأسأل الله أن يرزقك طيب مو مشكلة أسميه واحد باسم أبوك وحد باسم سيدنا عمر وخلاص من الموضوع يريد نصيحة لزوجتي التي هي سريعة بالصلاة أختي الكريمة إذا كنت تتكلمين مع إنسان تحترمينه جدا كأبيك مثلا أو عمك أو جدك تحترمي جدا هل من اللائق أن تكلميه بكلام لا يفهمه؟ أم ترتبين الكلام جيدا؟ أكيد ترتبين الكلام جيدا ليس من اللائق أن تكلميه بأسلوب سريع أو بأسلوب ربما يعني بعض المصلين يبتلع نصف الكلمة ويخرج نصفها ويظن أن صلاته صحيحة صلاة باطلة الصلاة باطلة خاصة في الألفاظ الواجبة ألفاظ الواجبة هي تكبيرة الإحرام اللي هي الله أكبر هاي تنطق غالبا صحيحة لكن سورة الفاتحة والتحيات هذه فرض في الصلاة أركن في الصلاة إذا نطقت بصورة غير سليمة في الصلاة باطلة إحنا ما نقول لك تجودها تجويد أو رتلة ترتيل تكلم مثل ما دا تكلماني مثل ما ست دا تكلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الديني إياك نعبد وإياك نستعين وكمل أما هو نفسه لو سجلها بجهاز واستمعها لا يفهم لا يفهم ما يقول هذه باطلة هل ترى هذا الأمر لائقا مع الله سبحانه وتعالى أن تحدثه بهذه الطريقة الصلاة أنت تكلم فيها ربك لهذا قيل إذا أردت أن تكلم ربك فصلي وإذا أردت أن يكلمك ربك فقرأي القرآن لأنه هذا كلام الله سبحانه وتعالى أنت تتلهوك أن الله يكلمك طيب فلا يا أختي عليك بالتأني بالصلاة عليك بالتأني بالصلاة فإن هذا أولا أصح الصلاة تكون باطلة إذا تلفظ باللفظ غير صحيح وهذا أيضا من كمال الأدب مع الله سبحانه وتعالى طيب هنا أخ يسأل يقول ما الفرق بين الصدقة والصدقة الجارية حقيقة تكلمنا عن هذا أدت مرات ولا بس أن نعيد بالنسبة للصدقة هي تنقسي منها صدقة منقطعة وصدقة جارية الصدقة المنقطعة كالطعام والشراب والفلوس طبعا فيها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى وتكتب ويكتب ثوابها وهذا المال ينمو عند الله سبحانه وتعالى أما الصدقة الجارية فالتي استعمالها دائم مثلا إنسان يحفر بئرا البئر صدقة جارية لأنه ليس ملابسه ولبسه وتهرت ولا لقم الطعام وأكله وانتهي الموضوع إنما الناس بتواصل تشرب منه المساهمة في مدرسة تعلم الناس العلم مسجد من شرط أن يبني مدرسة كاملة أو يبني مسجدا كاملا إنما يساهم ولو بمساهمة وعلى قدر صدق نيتك يثيبك الله سبحانه وتعالى يروى أن رجلا بنى مسجدا وفي العادة لما الإنسان يبني مسجدا الناس تأتي مباشرة يعني تدفع التبرعات هو كتب قطعة نعتذر عن استقبال التبرعات يريد أن يبنيه هو فقط نعتذر عن استقبال التبرعات كتب هذه القطعة والناس عندما ترى القطعة يعني لا يتبرعون فجاءت امرأة عجوز تحمل طابوقة طابوقة واحدة فقالت هذا التبرع أرجو أن تضعه في المسجد فإني لا أملك سوى أربع طابوقات أضع عليها القدر والقدر يستقيم على ثلاثة فاخذ هذه الواحدة قدر اتخلل القدر عن نار لما تطبخ على أربع طابوقات تقول له والله عندي ثلاثة يعني القدر يقعد على ثلاثة هاي وحده أخذ خليه بالجامع قال يا خالة ألم تقرأي هذه القطعة قالت والله أنا لا أقرأ لا أقرأ ولا أكتب فقال تمام تمام تقبلها منها ووضعها في المسجد اكتمل المسجد أخذ المصلون يصلون به ولهذا الرجل ثواب في كل راكعة في كل سجدة في كل تلاوة قرآن في كل تسبيح في كل ذكر في كل خطبة جمعة في كل وعظ ينتفع منه الناس ويطبقونه في بيوتهم ناس تتعبد بالبيوت وانت يجيك ثواب يا صاحب المسجد ليش لأنه تعلم معلومة من الإمام من الخطيب ورح تطبقها ببيته سمع عن فضل صلاة الضحب ما المسجد اللي انت بنات به ورح تطبقها ببيته إليك أجر من الصلاة ليصليها بالبيت مبسل بالمسجد لاحظ لاحظ الصدقة الجارية هذا الرجل لما رأى هذا المفارح وشكر الله سبحانه وتعالى يقول ثم نام فرأى في المنام قصرين عظيمين في الجنة رأى أنه قد دخل الجنة ورأى قصرين عظيمين فقال لمن قال هذا لك وهذا المرأة صاحبة الطابوقة نفس الشيء أخلت طابوقة وحدة وأنا خليت قصر كامل يعني مسجد كامل يجيني قصر واحد وهي قصر قال أما هذه المرأة فقد وضعت كل ملكها وأنت وضعت جزءا من ملكك هاي أولا هي ما تملك غيرها الطابوقة وخلتها وعيدها بأثلاء الطابوقات ما يرهم القدر بلاياها والأمر الآخر نيتها في الصدقة بهذه الطابوقة تأدل نيتك ببناء كل المسجد النيات لها عند الله سبحانه وتعالى وزن عظيم إنما العمال بالنيات وإنما لكل ما نواه فالصدقة الجارية هي التي يبقى ثوابه مستمرا مسجد مدرسة بئر دار أيتام دار تحفيق روان كريم وهكذا نعم اتصال أم عادل من صلاح الدين تفضلي السلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله سهرين دكتور علينا عليكم يا رب تقبل الطاعات دكتور ما شاء الله تبارك الله الله يجزيكم خيراً الله يسلمك دكتور الدكتور وهي ما تضمنه كل ثلاث مرات تختمك كل ثلاث يام تختمك القرآن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الدكتور وهم تهديها يعني للأموات ودكتور تقول الآن يعني من أنا يعني بس لو قام مضيج تقول شفت كل الأمبياء ألا نبي دريس ما شبته سبحان الله هذه بنته المباركة إن شاء الله المرأة الأخرى شوف سيدنا أدريس عليه السلام ها دكتور إن شاء الله المرأة القادمة ترى سيدنا أدريس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما شاء الله تبارك الله نعم دكتور الثالث الثالث أبويا متوسي وأخوتي يعني بقت هاي مالة القاعدة راحوا الله يرحمهم يعني حفظت لك تمثيلهم القرآن بس أبويا الصراعي يعني ما يصلي ولا يصوم وجاي أندعي لبالصلاة وختمت للقرآن ومثل أصدق على روحه ويقلوا لي ما يصير أبد يعني فيش يتسوي طيب عندي شواء لأخر أختي ولا دكتور من البرنامج مالتك يعني نصيح لهاي النسوان الصايمات وزاي يتمكي يجين يقول لهم حرام يقول لا العالم يقول عادي تحمرا يعني ما يفطر يتمكي يجين بالبيت ولا بره قدام الناس لا والدكتور يطلن على العيادات يعني يتروح مثلا نستوي عملية هيتش يعني يقول أنهم العلام يقولون هيتش طيب طيب تسمعون الإجابة إن شاء الله نصيحة من هذا البرنامج مالتك رحمه الله ورحمه الله يحفظكم يا رب بالنسبة لختمة القرآن بعض الناس تفتي مع الأسف يقول لا يجوز لأموات فقط للاحياء أو لا يجوز مطلقا بلا يجوز ويصل الثواب فاستمروا على هذا وتقبل الله منكم ابنتها أمية لا تقرأ ولا تكتب علموها في البيت القراءة والكتابة فتختم القرآن مرة كل ثلاثة أيام في رمضان يعني يوميا عشرة أجزاء ما شاء الله تبارك الله وقد ختمت بضعة عشر مرة 14 أو كذا كما قالت ما شاء الله حقيقة نصيحة لكل من يتذرع ويتحجج بأنه أمي ولا يستطيع أن يقرأ القرآن تعلم كما تعلمت هذه الأخذ كما تعلمت تعلمها أهلها في البيت يتعلم أنت يا أخي الآن التعلم ترى والله ما بقتلت حجة قديما واحد يقول أنا كبارة بعد ما أقدر أروح المدرسة ومن يعلمني من يدرسني الآن إذا تفتح الانترنت تفتح الانترنت وما يحتاج حتى تكتب تفتح اليوتيوب والناس أشكال ولوما تدع تفارج باليوتيوب بيبحث صوتي اكتب تعلم القراءة والكتابة بالبحث الصوتي لا تكتب كل شيء لا تقول ما أعرف أكتب بالبحث الصوتي تعلم القراءة والكتابة بس اكتب هذا الشيء تطلع لك دروس خلي يمك ورق وقلم رح يقولك هذا حرف الباء اكتب مثل ما مكتوب قدامك هذا حرف الميم اكتب مثل ما مكتوب قدامك وعيد يومي يأخذ لك درس راح تقوم تقرأ وتكتب وتستطيع أن تقرأ القرآن الكريم ليش تحرم نفسك من هذا الثواب العظيم يا أخي قراءة القرآن الكريم مطر من الحسنات مطر يملأ صحيفتك مطر يثقل ميزانك مطر يوسع صراطك المستقيم يوم القيامة في كل حرف يقول النبي صلى الله عليه وسلم حسنة إلى عشر حسنات إلى سبعمائة لا أقول ألف لا ميم حرف لكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف أنت تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا ربنا الله ثم استقموا وتتنزل عليهم الملاكات ولا تخاف ولا تحزنوا كل حرف سبعمائة حسنة مطر 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 من الحسنات ليش تحرم نفسك من هذا الشيء يا أخي لا تحرم نفسك بحجة أنك أمي تعلم القراءة والكتابة وعلى فكرة إذا تعلمت القراءة والكتابة لأجل القرآن نحن كنا تعلمنا القراءة والكتابة بالمدارس ما كان ببالنا القرآن ببالنا نقرأ ونكتب رحنا على المدارس أطفال ما ببالنا هذا الشيء لكن أنت لما تعلمت القراءة والكتابة لأجل القرآن صار تعلمك عبادة صار تعلمك قربة إضافية إلى الله لأن الله يعلم أنك ما تعلمت إلا لأجل القرآن فتعلم نعم أم محمد من ديالة تفضلي أختي ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خلي هذا آخر اتصال أخي المخرج حتى نجعب على الأسئلة وبعدين نفتح للتصالات مرة أخرى تفضلي أختي رحمة الله وديك شيخ على هذا البرنامج الله يحفظكم يا ربي حموديك تفضلي أختي شيخ أنا زوجي مستشفى عشر سنوات الله يرحمه يتقبلها واني يعني صار الراتب مالتي صار إلي يعني شون الدولة مستفيدين إحنا يعني وعراثة أنا وأطفالي زين فأنا أطلع جزء من عنده بس ببنية أنه هو صدقة جارية تمام هل يعد هذا صدقة جارية زين وين تودي هذا أطلع جزء أن طيل أحد بأنه بني تنطيل فقير طيب أي نعم أي أي والسؤال الثاني شيخي عندي ابني عمرها من عشر سنوات يعني جاء أخليه يصوم بعض الأحيان يقول ما أقدر ما دي شناء أقول لا أتحمل ما يخالف ظل الصاين ما أخلي يفطر يعني بعد أمره صغير وان جاء جبرع الصلاة الصيام حرامي لما يقول ما أقدر أنت شوفي مثلا تأبان وضعيف لأ شيخي أنا ولا مش تهلكل يعني قوي بس مش تهلكل زين طيب طيب أي شيخي والموضوع الثاني السريع بالصلاة إحنا تكلمنا قبل قليل تكلمنا تكلمنا قبل شوي عن ناس أنت متابعة برنامجنا الآن كنت يويانا بالحلقة أي نعم شفت الجواب مع المال الصلاة السريع أقول إليها حتى ما نأخذ وقت أنا شوفي بسرعة يخلي أقول لا رجع عيد بعض الناس يقولوا لي لا لا تكرهين بالصلاة خلي يصلي حتى لا سريع طيب يعني شي تقول لي شيخي لو بس الناس تبطل الفتاوى لو بس لو بس المو متخصص يبطل الفتاوى كان يرتاحينا وخلصنا زين نخطي تمام تمام تسمعين إجابة إن شاء الله شكرا شيخ رحم الله وقف الاتصالات أخي المخري سأرادنا سئلة كثيرة ما جاوبناه وربما يضيق علينا وقت البرنامج أبوها لا يصلي ولا يصوم حقيقة الذي كان يعني توفي هل يجوز أن تهدي له الصلاة لأن بعض الناس قالوا لها لا يجوز بل يجوز أن تهدي له الصلاة وتهدي له عفوا تهدي له ثواب القرآن أو أي صدقات يجوز لأن تارك الصلاة والصيام نعم مرتكب كبيرا نعم موقفه صعب نعم ذكرت عندنا النصوص أن تارك الصلاة وتارك الصيام من أهل النار أو تارك واحدة منهما ومن أهل النار لكن لا يعني عدم جواز ومكافر بعض النساء تتمكيج وهي صايمة حجة والله المفتية والخطيب قال ما يفطر ما يفطر نعم ما يفطر لكن ما يعني محرام ما يفطر لكنه يذهب بأجر الصيام ما يفطر لكن يعني أن الصيام ليس له إلا الجوع والعطش ما يفطر لكن يعني أن الرمضان لم يكن سببا للمغفرة ما يفطر لكن الرمضان ما كان سبب عتق من النار إنما الصيام صار عادة وليس عبادة صار لا يرضي الله سبحانه وتعالى مثل واحد صايم ويغتاب الناس صايم ويبوق بالميزان صايم ويسرق أموال الدولة شنو صيامه ليس له عند الله درهم ولا دينار ليس له عند الله شيء فالمتمكيج وتطلع بره نفس الشيء بالنسبة للحمرة تفطر أم لا تفطر إذا أحست المرأة بطعم الحمرة في فمها نعم مفطرة لأن هذا ربما مادة تدخل في الفم وتبتلعها تكون مفطرة بلى زوجها شهيد وتتصدق بجزء من الراتب هل هذا من الصدقة الجارية يعني إذا كانت كما قلنا قبل قليل الصدقة المنقطعة هي التي تعطى لطعام وشراب وكذا ثوابه عظيم عند الله سبحانه وتعالى لكن الصدقة الجارية هي إذا كانت مستمرة مثل مسجد أو دار أيتام أو دار عجزة أو دار تحفيظ قرآن مستشفى مدرسة هذه صدقة جارية لأنها دائمة أو حفر بئر والناس تشرب منه هذه دائمة لكن ننطي الفقير ويشتري وأكله ويأكله منقطعة لكنها أيضا أجرها عند الله عظيم أجر الصدقة بصورة عامة عند الله عظيم لكن لا تسمى جارية زين الابن عشر سنوات هل يجبر على الصيام نعم يعني إذا وجدناه يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبعا والصيام يقاس على الصلاة فيطلب من الابن أن يصوم وعمره سبع سنوات إذا وجدناه قد بلغ ضعفا قد بلغ درجة صار فيها ضعيف ضعف شفنا بينا على الطفل داخ تعب صار عند النحول نعم فليفطر لكن إذا فقط مجتهى الطعام لا خلي تحود على الصيام أفضل إذا شفته قوي وسيطر لكن فقط مجتهى الطعام الطفل يجتهى الطعام وما يعرف قيمة الصيام نعم يصوم هذا الأفضل أن يصوم إذا خشيتم أن يكون عنده ردة فعل وكره للصيام خلي يفطر كم يوم لا بأس لأنه غير مكلف غير مكلف والسؤال الأخير لأن ابنها سريع في الصلاة لا حاجة أن تقول له أعد الصلاة لكن علميه ألا يسرع تكلمنا قبل قليل عن مسألة الصلاة السريعة لا تليق مع الله بيني لأنه لازم نتأدب مع الله ننطق بالألفاظ الصحيحة قل أنت تقبل قدام المعلم مالك أو المعلم مماتك تتكلم بنفس الطريقة التي تتكلم بها بالصلاة لا فأمام الله أو لا لكن لا تقول لي لعدها هو أصلا غير مكلف عشر سنوات غير مكلف طيب يعني لكن يعلم يعلم ويؤدب فاعلمي و الله سأل الله تعالى أن يجعل ابنك هذا قرة عيني لك في الدنيا والآخرة انتهى وقت البرنامج إخوان الكرام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من أميكم صيامنا وقيامنا وصالحة أعمالنا صلى الله وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين طبتم بخير وطمتم بعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة